سيدي هل تعتبر أن كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وارسو في بولندا هي كلمة اطمئنان ودعم زائد أم أنها أو أنه وضع فيها خريطة طريق لمستقبل هذا النزاع مساء الخير أعتقد أن أهم شيء يجب أريد الإشارة إليها أن الرئيس الأمريكي بايدن قام بخطوة شجاعة جدا عندما ذهب إلى كييف زارة العاصمة الأوكرانية نادرا ما يسافر الرئيس الأمريكي إلى بلد في حالة الحرب وهذه رسالة واضحة وإشارة إلى أمريكا ستهزز دعمها لأوكرانيا وستدفع أوكرانيا إلى تسريع انتصارها في هذه الخارق وبعد ذلك تم تسريعاته في بولندا التي أكملت ما فعل ومقاله في كييف هذا يعني أن أغلب الظان أن أمريكا والدول الغربية عموما لا تريد إطالة هذه الحرب ما هي الدلائل أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد إطالة أمد هذه الحرب في هذه الكلمة أو على الأقل من السلوك هذا يتبين من زيادة الدعم في الوقت الأخير حيث وققت الدبل الغربية على تسليم الدبابات العربية الثقيلة إلى أوكرانيا والصواريخ البعيدة المادة والآن بدأت نقاش مسألة تسليم الطائرات التي كانت مسألة مخزورة من قبل هذا أولاً وثانياً هناك ظروف مختلفة في داخل الولايات المتحدة السياسة الداخلية نحن نعرف ستكون هناك انتخابات رئاسية جديدة وكثير من الأشياء قد تختلفوا وكل ذلك يشجع الرئيس الأمريكي إلى زيادة دعم أوكرانيا وإمكانها تمكينها من تحقيق أهدافها في هذه الحرب وهي تخرير كل الأرابي المختلة وطرد الجيش الروسي خارج نعم